بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام السلاث سنوات ونظام الخمس سنوات اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة جديدة من حلقات الافات الزراعية المقررة على جميع التخصصات طبعا في بداية الحلقة حابين ان احنا نتمنى لكل عزيزينا الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق باذن الله وحنستعرض مع بعض اهم الاجزاء الرئيسية اللي حنتناولها بالشرح في مادة الافات الزراعية وخصوصا انه مادة الافات الزراعية هي من المواد الاساسية في التعليم الفني وفي التعليم الزراعي على واجه الخصوص وبتحظى باهتمام قطاع عريض من عزيزينا المشاهدين لانه مادة الافات الزراعية بتخاطب كيفية التصدي والتغلب على اهم الافات اللي بتواجه التنمية الزراعية في جمهورية مصر العربية والانتاج الزراعي بواجه عام وكيفية زيادة انتاجية الفدان وايضا كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الاستراتيجية وسد الفجوة الغذائية بين معدل الانتاج ومعدل الاستهلاك وده كله من خلال دراستنا لاهم الافات اللي بتصيب المحاصيل المختلفة سواء المحاصيل الاستراتيجية او اشجار الفكهة او حتى نباتات الخضر والزينة وافات الحبوب والمخازن دي كلها من الافات المهمة جدا هنعرف مظهر الاصابة بكل نوع من هذه الافات ودورة حياتها والحد الاقتصاد الحرج للاصابة وايضا كيفية رسم برنامج مكافحة متكامل لكل نوع من هذه الانواع من الافات الزراعية المختلفة طبعا احنا ذكرنا في اكتر من مناسبة ان الافة هي اي كائن حي بيدر بالانسان وممتلكاته وعرفنا ايضا ان الافات الزراعية انواع كثيرة ومتعددة ونظرا للتنوع الهائل في اعداد الافات الزراعية اسمناها لتلات اقسام رئيسية اما ان تكون اافة نباتية يعني الافة بتتبع مملكة النباتية زي الحشاش بانواعها المختلفة النباتات الزهرية المتطفلة الفطريات البكتيريا الطحالب وايضا الاشنات والافات الحيوانية وبتضم كل انواع الافات التابعة لمملكة الحيوان مع عدى صف الحشرات وبالامثلة اللي عندنا في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة منها الاكروسات بانواعها المختلفة النيماتودة القوارض وايضا بعض انواع الطيور الضرة والنوع التالت والاخير وهو الافات الحشرية وبتشمل كل انواع الكائنات الحية التابعة لصف الحشرات اللي بينطبق عليها الصفات العامة لكلاس انسيكتا وطبعا احنا درسنا في بيولوجي الصف التاني الصفات العامة لصف الحشرات ولازم يكون علشان اطلق على هذا الكائن لفظ حشرة انه يكون جسم الحشرة مكون من تلات مناطق رئيسية منطقة الصدر والرأس والبطن والرأس بتحمل مجموعة من الزواد منها قرون الاستشعار منها اجزاء الفم منها الاعين المركبة وايضا العين البسيطة ومنطقة الصدر بتتكون من تلات حلقات صدرية ولو تانية وتالتة كل حلقة صدرية بتحمل زوج من الارجل المفصلية يعني الحشرات لازم يكون لكل حشرة 6 ارجل لو زاد عن كده ما تبقاش حشرة ولو قلت عن كده ما تبقاش حشرة ولذلك ساعات بيطلقوا على كلاس انسيكتا في بعض المراجع كلاس هيكسابودا او صف سوداسية الارجل والصدر ايضا بيحمل نوع اخر من الزواد وهو الاجنحة زوجين من الاجنحة بتحمل او بيحمل الزوج الاول من الاجنحة على الحلقة الصدرية الاولى والتانية والزوج الخلفي او الزوج التاني من الاجنحة بيحمل على الحلقة الصدرية الثانية طبعا عندي في بعض الحشرات بتتحور الاجنحة الخلفية الى دابابيس التزان وبيبقى للحشرة زوج واحد من الاجنحة محمول على الحلقة الصدرية الثانية وللحلقة الصدرية التالتة بتحمل دبابيس للاتزان والمساعدة على توازن الحشرة أثناء الطيران وبيطلق على الردبة دي ردبة ديبترا أو أوردر ديبترا يعني ذات الجناحين ومنطقة البطن بتحمل أو بتتكون من 11 حلقة بتحمل في نهايتها الزواد التناسلية وأيضا الكورون الشرجية كل دي صفات العامة لجسم الحشرة والزواد اللي بتحملها كل منطقة من مناطق أجزاء جسم الحشرات ونظرا للتنوع الهائل في أعداد صف الحشرات فاحنا قسمنا القلاس إنسيكتا أو صف الحشرات لتلات أنواع رئيسية على حسب عدد العوائل قد تكون وحيدة العائل والمثال اللي عندنا باقي القصة بالدقيقية قد تكون محدودة العوائل والمثال اللي عندنا الثاقبات وأيضا ديدان اللوز أو تكون متعددة العوائل وعندنا في هذا الصدد الكثير من الأمثلة زي الجراد الصحراوي والنطاطات والحفار والدودة القرضة ودودة ورق القطن أيا كان اسم الحشرة المهم إن هي تكون متعددة العوائل يعني بتتغذى على أي مادة خضراء من أجزاء النبات وبعد كده هنستعرض مع بعض مظاهر الإصابة بالحشرات التي تتغذى بقرض العائل يعني أجزاء الفم فيها بتكون من النوع القارض وحناخد منها دودة ورق القطن دودة اللوز الكورنفولية الحفار وقافات الحبوب والمواد المخزونة وبنركز على جزئية قافات الحبوب والمواد المخزونة لأنه تخزين المحاصيل الاستراتيجية هو من أهم الضروريات في المحافظة على المحاصيل لكي تكفي كل أفراد المجتمع لأطول فترة ممكنة وعلى مدار العام وطبعا الدولة المصرية بدأت تنشئ مشروعات قومية لإنشاء الصوامع الحديثة وده كله من شأنه أنه يحافظ على الحبوب والمواد المخزونة في المخازن من التلف أو من نقص الوزن بفعل الحشرات أو بفعل لقافات الحبوب والمواد المخزونة وحناخد أيضا مظاهر الإصابة بالحشرات التي تتغزى بامتصاص عصارة النبات وقلت لكم خطورتها بتكمن أن هي بتكون حشرات ناقلة للأمراض الفيروسية والبكتيرية وبتتغزى بامتصاص عصارة النبات وحناخد بعد كده مظاهر الإصابة بالحشرات ذات الطابع الخاص حنقسمها لقسمين اللي هي صانعات الأنفاق في الأوراق أو ناخرات الأوراق وده اللي هناخد منها ناخرات أوراق الفول وزبابة البنجر وده نوع من أنواع الحشرات لطريقة خاصة في التغزية ولذلك قلنا عليها الحشرات ذات الطابع الخاص وبتقوم بصنع أنفاق في الورقة وبالتالي بتعمل على تدمير النسيج الوسطي أو طبقة الميزوفيل اللي بتكون موجودة في الورقة والمسؤولة في الأساس عن قيام النبات بعملية مهمة جدا جدا وهي عملية البناء الضوائي وبعد كده هناخد ناء صانعات الأنفاق في الأخشاب هندرس منها الترمايتس أو النمل الأبيض والنمل الأبيض بالمناسبة من أخطر الحشرات على الأخشاب وعلى الأساس والمفروشات اللي بتكون داخل منازلنا ولذلك يعني بيحظى باهتمام كبير جدا لأنه قد يؤدي إلى تدمير أي جزء من أجزاء المنزل مكون من الخشب زي الأرضيات زي الأبواب زي الشبابيك زي الأساس من الدوليب والأسرة وخلافه وحندرس بعد كده عزاء الطلبة والطلبات وعزانا المشاهدين جزئية مهمة جدا جدا وهي الأضرار اللي بتسببها الآفات الحشرية سواء للنباتات الخضراء أو آفات الحبوب والمواد المخزونة أو حتى الآفات الطبية والبيطارية اللي هي بتعمل على نقل العديد من الأمراض الخطيرة جدا جدا للإنسان وأيضا لحيوانات المزرعة وبعد كده حنتطرق بالدراسة لدراسة أغراض حصر الآفات وطرق الحصر وأهمية الحصر وبالمناسبة حصر الآفات ده جزئية مهمة في المنهج لأنه الحصر هو الأساس العلمي اللي بيبنى عليه مدى الحاجة لمكافحة آفة ما ومن خلال إجراء عملية الحصر قد أتوصل إلى ما يعرف باسم الحد الاقتصادي الحرج للإصابة وهو الكسافة العددية للآفة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة التطبيقية المختلفة وحندرس بعد كده كيفية تأدير نسبة الإصابة والتعداد الحشري بالآفات وبعد كده في الباب التاني حنتطرق بإدراسة الجزئية مهمة جدا 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 وهي طرق المكافحة المختلفة للآفات الزراعية وإحنا قسمنا المكافحة عموما إلى قسمين رئيسيين قد تكون مكافحة طبيعية أو مكافحة تطبيقية طب يعني يا دكتور مكافحة طبيعية هي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في مجال مكافحة الآفات أو القضاء عليها أو حتى منع انتقالها من مكان مصاب إلى مكان سليم دون تدخل الإنسان وقلت لكم إنه هندرس نظرية مهمة جدا في المنهج وهي نظرية التوازن الطبيعي بتنص على إيه النظرية دي؟ بتنص على إنه الآفات وعدها الحيوية بتوجد في الطبيعة في حالة بلانس أو في حالة توازن عددي والنظرية دي أصبحت غير قائمة بالفعل في وقتنا هذا نظرا لتدخل الإنسان وتقدم وسائل المواصلات والاستخدام المفرط والمكسف للمبادات الكيموية الضر وحندرس أيضا عناصر المكافحة الطبيعية هناخد العوامل الغير حية بتشمل العوامل الجوية بأنواعها المختلفة العوامل الطوبغرافية وعوامل التربة والغزاء وعناصر الحية بتشمل المتطفلات بأنواعها المختلفة والمفترسات وأيضا مسببات الأمراض وحندرس بعد كده المكافحة التطبيقية وهي زي ما قلت لكم كل الطرق والوسائل التي تستخدم بواسطة الإنسان في القضاء على الآفات الضر أو منع انتقالها من مكان مصاب إلى مكان سليم وطرق المكافحة التطبيقية باختصار شديد جدا عندنا من الطرق أول حاجة معنا اللي هي الطرق التشريعية وتشمل قوانين اللي بتصدرها الدول والحكومات بهدف القضاء على الآفات الزراعية الضر طبعا التشريعات هندرسها مع بعض هندرس أهم القوانين التشريعية في جمهورية مصر العربية وحندرس بعد كده طرق المكافحة الزراعية وطرق المكافحة الميكانيكية وأيضا طرق المكافحة الحيوية والاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة في المكافحة وحناخد أيضا طرق المكافحة الكيموية والتكنولوجيا الحديثة في المكافحة ناخد منها استخدام المواد الطاردة استخدام المواد الجاذبة استخدام منظمات النموة هرمونات الانسلاخ واستخدام او الاعتماد على استخدام المستخلصات النباتية والمبيدات الميكروبية او وحنعرف مميزاتها واهم الصعوبات اللي بتقابل انتاج المبيدات الميكروبية وحناخد بعد كده الاي بي ام او المكافحة المتكاملة ومقصود بها ايه مقصود بها كل الطرق والوسائل اللي بتستخدم في مجال مكافحة الافات الزراعية لاجل القضاء على الافة دون وصولها لمستوى الضرر الاقتصادي وهو الاستخدام المتوازن لكل الطرق الزراعية والتشريعية والميكانيكية والكيموية والحيوية التي تتوافق مع البيئة والمقبولة اجتماعيا والتي لها جدوة اقتصادية من اجل خفض اعداد الافة الى دون مستوى الضرر الاقتصادي وخطوات تصميم الاي بي ام او برنامج الاي بي ام استخدام الوسائل الواقية التتبع والاستكشاف تقييم اوضاع الافة وتحديد وسائل المكافحة وحنعرف مع بعض اهم الاعتبارات الواجب مراعتها لنجاح برنامج الاي بي ام مهمة جدا جدا وبتيجي كتير في الامتحانات وحندرس بعد كده اهم الافات الدارة اللي بتصيب المحاصيل المختلفة سواء كانت المحاصيل بواجهة عام او حتى افات القطن في طول النمو البادرة وطول النمو الخضري والسامري والزهري وافات المحاصيل النجيلية والبقولية وافات الحبوب والمواد المخزونة واهم الافات اللي بتصيب اشجار الفكهة والنباتات الخضر ونباتات الزينة وايضا الافات اللي بتصيب الاشجار الخشبية وحندرس بقى مع بعض جزئية مهمة جدا في اخر المنهج وهي الافات الطبية والبيطرية والافات الحيوانية اللي بتصيب اه المحاصيل المختلفة وايضا الانسان والحيوان كل ده هندرسه من حيث ايه؟ هندرسه من حيث الوضع التقسيمي والحد الاقتصادي الحرج للاصابة دورة الحياة واللايف سايكل وايضا مظاهر الاصابة والضرر وكيفية رسم برنامج مكافحة متكامل لكل نوع من الانواع الافات الزراعية الضرر تعالوا بنا اعزاء الطلبة والطلبات وعزانا المشاهدين نستعرض سويا اهم الافات الطبية والبيطرية وحندرس معنا في حلقة النهاردة اول افة طبعا بتسبب العديد من الاضرار للانسان وهي الصرصور الامريكي اسم الردبة متساوية الاجنحة نوع تطور ناقص او تدريجي للطور الدار الحرية والحشرة الكاملة ونوع اجزاء الفم القارض عدد الاجيال اتنين جيل في السنة والعوائل طبعا البقايا الغذائية والعضوية اللي بتكون موجودة في المنازل دورة الحياة بتضع الانسة البيض في اكياس حوالي تسعين كيس وبيبلغ متوسط عدد البيض تقريبا في الكيس الواحد 16 بيضة بتكون بلسق البيض على اركان الجدران او دوليب المطبخ او الشكوك ثم بتكون الانسة بتغطيط البيض بنفس المادة التي تغطي الجدران وده عملية بنقول عليها عملية تمويه او محاكاة للهروب من الاعداء الحيوية اللي بتتغزى على البيض وبعد ذلك بيفقس البيض الى حريات بتتغزى وتنسالك متحولة الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة ده فيديو تعليمي حنستعرض من خلاله دورة حياة الصرصور الامريكي زي ما انتوا شايفين ادي جسم الحشرة الكاملة بكون مكون من 3 مناطق رئيسية منطقة الصدر بزوائدها من قرون الاستشعار اللي انتوا شايفينه ده نوع من انواع قرون الاستشعار في الحشرات واجزاء الفم والاعين المركبة وايضا الاعين البسيطة ومنطقة الصدر طبعا بتحمل اجزاء الارجل وايضا بتحمل زوجين من الاجنحة واسم الردبة هنا ردبة متساوية الاجنحة ودي نوع الاجنحة زي ما انتوا شايفين ومنطقة البطن بتتكون من 11 حلقة ادي الانسة بتبدأ في وضع البيض في اكياس والبيض بتاع الصرصور الامريكي طبعا 90 كيس في المرة الوحدة وكل كيس بيحتوي على 16 بيضة سبحان الله يعني ده تنوع هائل وقدرة الهية في مخلوقاته بطبعا كمية الاكياس وكمية وضع البيض بيكون الهدف الاساسي منها انه بقاء الحشرات وسرعة انتشارها وتقاصرها بتبدأ بقاء الانسة تضع البيض زي ما اتفقنا وبتغطيه بنفس المادة الموجودة في المكان للتمويه والبيض بعد فترة بيفقس ويديني الحريات لانه تطور في الحشرات دي تطور ناقص او تدريجي الحريات بتبدأ بعد فترة تتغزى وتنسالك وزي ما قلنا انه الصراصيل بوجه عام او صرصول الامريكي بيتغزى على المواد العضوية وبقايا المواد الغذائية وقادي طبعا بيضع الانسة اكياس البيض زي ما انتوا شايفين وبعد كده بيفقس البيض ويديني الحريات الحريات بتبدأ تتغزى وتنسالخ وتتحول الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة طبعا دورة حياة الصرصول الامريكي هو من الحشرات اللي بتكون دورة حياتها سريعة وايضا كمية عدد الاجيال بيكون اتنين جيل في السنة وكمية البيض في المرة الواحدة بتكون كبيرة جدا ادي كيس البيض بيبدأ يتخرج منه اليرقات سبحان الله تنوع هائل في مخلوقات المولى سبحانه وتعالى ادي الحريات بتخرج من كيس البيض زي ما انتوا شايفين معنا في الفيديو فيديو نادر جدا لدورة حياة الصرصول الامريكي البيض طبعا ادي الحريات هتخرج من البيض والحرية بتشبه الحشرة الكاملة الا انها بتكون اصغر في الحجم وغير ناضجة جنسيا ده الفرق الوحيد اللي بيكون بين الحرية والحشرة الكاملة بتبدأ بقى تخرج الحريات وتتغزى وتنسالخ عدة انسلاخات يعني بتغير جلدها اكتر من مرة وتتحول بعد ذلك الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة ادي خروج الحريات من كيس البيض بتبدأ بقى تتغزى وتنسالخ زي ما قولنا وتكبر في الحجم وبعد ذلك تتحول الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة تعالوا بقى نستعرض مع بعض النوع اخر من انواع الصرصير وهو الصرصور الالماني وهو بيشبه الصرصور الامريكي في كل شيء الا انه عدد اكياس البيض بتكون اقل بتبقى حوالي 6 اكياس في كل كيس من 30 الى 40 بيض النوع التالت اللي علينا فيه المنهج هو الصرصور الشرقي وهو ايضا بيشبه الصرصور الالماني الا ان عدد البيض في كل كيس بيكون تقريبا 16 بيض جزئة المهمة جدا ايه هي بقى علاقة الصرصير بنقل الامراض للانسان بتنقل الامراض نقلا ميكانيكيا حوالي 40 مرض تخيالوا 40 مرض بينقل من الصرصور الى الانسان زي ايه زي مرض الجمرة الخبيثة وده من اخطر الامراض اللي بتنتقل للانسان عن طريق الصرصير ولذلك يجب توخي الحذر عند مشاهدة الصرصور في المنزل ويجب القضاء عليه لانه من اكثر انواع الحشرات الناقلة للامراض بعد الزباب للانسان مرض السل مرض الحمى الصفراء مرض الكوليرا وايضا الدوسنتاريا وبتنقل الديدان الطفالية وايضا الديدان الاسطوانية دي كلها امراض بتنقل الانسان عن طريق الصرصير المكافحة المتكاملة للصرصير بجميع عنواعها ازاي بقى اكافح وجود الصرصير في المنازل او في المطابخ اول حاجة اعملها النظافة العامة وعدم ترك فضلات الطعام في المطابخ لانه بيتغز عليها قيام شركات المبيدات بعمل مكافحة منزلية للحشرات استخدام مسحوق مادة السيليكا جل وهي طريقة حديثة للمكافحة وهي ايضا فعالة في القضاء على الصرصير هناخد حشرة خطيرة جدا بتصيب حيوانات المزرعة وخصوصا الخيول وهي زبابة مصر او في ناس بتقول عليها زبابة التبانة بتلاحق هذه الحشرة الحيوانات السناء جريانها السريع وبتهاجمها عدة مرات كل مرة بتقوم الحشرة بقطع جلد الحيوان وبتمتص الدماء لبضع دقائق وبيسبب ذلك نقص في انتاج اللبن واللحم وبتنقل مرض الزباب الذي يسمى الترايب ونصوم للجمال والخيول والمواشي وبتنقل ايضا مرض الحمى الفحمية والانيميا الخبيثة للفصيلة الخيلية وبتهاجم الاناس نهارا وبتستقر ليلا دورة حياة زبابة مصر بتضع الانسة البيض في الاماكن الراطبة كأسطح النباتات والصخور المائية او النباتات الحديثة الري كالقطن بيفقس البيض الى يرقات مفترسة بتعيش في الطين وبتتغزى على الحيوانات الاصغر منها وبعد ذلك بتتحول الى عزراء في التربة الاكسر جفافا ثم بعد ذلك تتحول الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة كيفية اجراء برنامج مكافحة لزبابة مصر اول حاجة تغطيط سطوح المياه الراكدة بالزيوت المعدنية تغطية جسم الحيوانات بقطعة من قماش قلوع المركب رش الحيوانات بمحلول بيرسرين تركيزه واحد من مية في المية على ان يكرر الرش كل خمسة الى ست ايام ادي صورة بتبقى لنا شكل العام لزبابة مصر او زبابة التبانة هناخد الافات الحيوانية اللي هي غير الحشرية اللي مش مطبق عليها او غير منطبق عليها الصفات العامة للحشرات هناخد القوارض ومنها الفقران وانواع الفقران اللي عندنا اللي هندرسها الفقر المنزلي جرز الاسطح الاسود او المتسلق الجرز النرويجي والجرز الرمادي او البني او البالوعات والمجال ودي طبعا صور لانواع المختلفة من الفقران اللي على يمين الشاشة ده الفقر المنزلي وعلى الشمال ده اللي هو الجرز النرويجي او الفقر النرويجي اضرار الفقران للانسان وممتلكاته بتشمل طبعا كلنا لا يخفي علينا اضرار القوارض عموما وخصوصا الفقران بتشمل الفقران والجرزان وهي القوارض وهي من اكثر الفقر ضررا على الانسان وممتلكاته وبتنقل مسببات الامراض الخطيرة الفقران بتتغذى على المنتجات النباتية والحيوانية حيث انها تأكل حوالي عشرة في المية من وزن جسمها يوميا وبتقرض الى كياس والاجولة والمواد المخزونة وبتتلف او بتتلف الالواح الخشبية والمواسير وايضا كابلات الكهرباء هنستعرض مع بعض فيديو تعليمي لفكرة لانشاء مصيادة للقضاء على الفقران في المنازل وايضا في المخازن وفكرة عملها بتكون بسيطة جدا زي ما انتم شايفين اناء بيكون مملوء بالماء وبيطم وضع بعض الحبوب على استوانة دائرية عندما يصل اليها الفقر بتبدأ في الدوران وبيسقط الفقر في حوض المياه وبالتالي بيموت غرقا وبتم القضاء على اكبر عدد من الفقران بهذه الطريقة البسيطة جدا واللي ممكن ان احنا كلنا نستخدمها ونطبقها في المنازل وبتكون فعالة جدا في القضاء على الفقران هو بينجازب الى القمح اللي موجود على الاستوانة الدائرية واثناء وصوله اليه حتى لو وصل هو بيبدأ يسقط في المياه بعد كده ولا يتمكن من الصعود مرة اخرى خارج الليناء المملوء بالمياه وبالتالي بنقضي على اكبر عدد ممكن من الفقران الموجودة طبعا هناك انواع كثيرة ومتعددة من المصاد للفقران زي المصيادة السلكية ومصيادة الزنبرغ والمصاد اللاصقة والمصاد الغذائية كل دي انواع مختلفة من المصاد ودي طبعا احنا استعرضنا انواع يعني مبتكرة واختراعات جديدة في انواع المصاد للتغلب على الانواع المختلفة من الفقران هناخد هناخد بعد كده آفة خطيرة جدا وهي حيوان الخفاش او الخفافيش طبعا الخفاش هو الحيوان استدي الوحيد القادر على الطيران والخفافيش طبعا كلنا نعرف ان هي بتنشط ليلا وبتسكن في النهار وفي منها انواع بتتغزى على الفواكه وانواع اخرى بتتغزى على الدماء طبعا كل مكان حجم الخفاش اكبر كل مكان نوع التغذية بتاعته بتكون على الفواكه بينما الانواع الصغيرة بتتغزى على الدماء احنا بنقسم الخفافيش لمجموعتين الخفافيش الكبيرة بتتغزى على الفواكه زي ما قلنا في المناطق الاستوائية بافريقيا واستراليا والهند والخفافيش الصغيرة بتأكل كل انواع الطعام ابتداء من السديات الصغيرة وحتى الاسماك والاحياء البحرية اهم اضرار الخفاش وهي عدة الخفاش وبتسبب او بتنقل من خلالها للانسان مرض الكلب او مرض السعار وقد يكون الخفاش نافعا لما له من دور في المكافحة الحيوية وكذلك بيقوم بتلقيح النباتات تلقيح خلطي وايضا قد نقوم باستخراج نوع من انواع السماد وهو السماد الجوانو وده بيكون ناتج او متكون من مخلفات الخفافيش هناخد نوع اخر من الافات الحيوانية وهو الكراد او فاش الطيور او قوله القراد اللين ده نوع من انواع القراد غير المدرع يعني مفوش غطاء كايتيني او غير مغلف بمادة الكايتين وبيميل الى الاختباء في الشقوق الموجودة بالجدران دورة حياة القراد اللين بتضع الانسة البيض في النهار في مجموعات بتتكون من مية الى مئتين وخمسين بيضة في اماكن تربية الدواج وفي الشقوق والدحور او تحت قلف الاشجار او بالقرب من الحزائر طبعا البيض بيفقس الى يرقات ثم تتحول الى حرية اولى ثم حرية ثانية ثم بعد ذلك تتحول الى حيوان كامل هو حد يقول الى حشرة كاملة هو بيتبع مملكة الحيوان وليس صف الحشرات اضرار الكراد على الطيور طبعا ده مهمة جدا وخصوصا حيوانات المزرع او الدواجن قلق الطيور وبتفقد كمية كبيرة جدا من الدم لان اجزاء الفم فيه بتكون ساقبة مصة بتتأثر كمية وضع البيض نتيجة الاصابة وبتنقل الماكروب المسمى لحمى الطيور والماكروب ده بيودي احيانا الى موت عدد كبير جدا من الدواجن ازاي نجري برنامج مكافحة للقراد الليل في حالة الاصابة الشديدة بيجب حرق الحزار وعزل الدجاج لمدة اتناشر يوم قبل ادخاله مرة اخرى في الحزار تنظيف الحزار تنظيفا جيدا بالنسبة لطيور الزينة والحمام او بنقوم بالرش باحد المبادات المصب استعمالها من قبل وزارة الزراعة رشا جيدا هناخد بعد كده من العفات الحيوانية ايضا الاكروسات يعني اكروس الاكروس مجموعة من الحيوانات الصغيرة الحجم بيصعب رؤيتها بالعين المجرادة والحيوان الكامل بكل اربع ازواج من الارجل يعني ثمن رجلين واجزاء الفم بتكون ملقطية وتستخدم النوع من اجزاء الفم للقبض على الفريسة او في بعض الانواع قد تتحور اجزاء الفم وتكون معدة لطحن الطعام او تكون معدة للسقب والامتصاص دورة حياة الاكروسات بتتلخص فيه انه الانسة بتكون بوضع البيض البيض بيفقص الى يرقات اليرقات بكلها ثلاث ازواج من الارجل ثم بعد ذلك بتتحول الى حرية لها اربع ازواج من الارجل بتنسلخ مرة او مرتين متحولة الى الحيوان الكامل اضرار الاكروسات طبعا من ضمنها ومن اهمها اكروس الفروة وده من الاكروسات اللي بتهاجم نحل العسل وبتمتص كمية كبيرة من الدم واللمف لشغالات نحل العسل وبالتالي قد يؤدي الى تدمير الطائفة بالكامل وهجرة وتطريد الخلايا بتصيب النباتات الخضراء وتمتص كمية كبيرة من العصار النباتية وده بيؤدي في النهاية الى موت البادرات بتعمل على تلف نباتات الزينة وانخفاض قيمتها التجارية من ضمن ايضا الاضرار اللي بتسببها الاكروسات بتنقل الامراض الفيروسية وبتستخدم بعض انواع الاكروسات المفترسة في المكافحة البيولوجية للآفات الضرة وده طبعا من الانواع النافعة وبنستخدم الاكروسات في مجال البيولوجيكا الكنترول وده محقق نتائج ايجابية جدا في مجال الانتاج الزراعي هنستعرض بعد ذلك الحيوان اللي معانا بعد كده وهو النيماتودة النيماتودة كائنات حية دقيقة يعني لا ترى بالعين المجردة يمكن رؤيتها بالعدسات المكبرة او باستخدام الماكروسكوب الضوئي العادي بتتبع قبيلة الديدان الاستوانية او فيلم نيماته المنسز او فيلم نيماتودة بتتحرك حركة صعبانية ولذلك في بعض البلدان بيقولوا على هددان الصعبانية بتنتشر في معظم انحاء العالم وفي معظم انواع الاراضي وهي تفضل الاراضي الخفيفة الصفراء دورة الحياة والتقاصر في النيماتودة بتتلخص دورة حياة النيماتودة في طور البيض وأربع أطوار يراقية ثم بعد ذلك بتتحول الى الطور البالغ او الحيوان الكامل أنواع التقاصر في النماتودة أو النوع عندي اللي هو التقاصر الجنسي النوع الثاني اللي هو التقاصر الخنسوي والنوع الثالث والفريد وهو التقاصر أو التوالد البكري أو بنقول عليه البارسينوجينس مظاهر الإصابة والضرر بالنماتودة على المجموع الخضري على النباتات الموجودة في سطح التربة نقص النمو وتقزم النباتات الزبول النباتي في التقص الحار وعند الجفاف الإصفرار الورقي لأوراق النبات الانتاج المنخفض للمحصول ضعف قدرة الأشجار على تحمل برودة الشتاء فيه عراض إصابة بتكون موجودة على المجموع الخضري بتكون ناتجة عن تغذية الديدان على المجموع الخضري زي شزوز في نمو البراعم ومتهى عقد بزرية كما في نماتودة سأليل القمح عقد ورقية وساقية وتبقع وتقرح الأوراق طبعا مظاهر الإصابة على المجموع الجزري إحنا سبق دراستها في الباب الأول زي وجود عقد ورمات على الجزر زي نماتودة تعقد الجزور اسمرار وتشوه الجزور وسهولة انفصال القشرة عن الاستوانة الوعية والتصاق حبيبات الطين بالجزر حتى بعد غسيله جيدا بالماء وده زي نماتودة الموالح اللي بتسبب مرض خطير جدا لأشجار الموالح وهو التدهور البطيء في الموالح والتفرع الشاز والغزير للجزر وانتشار ظاهرة اللحية والانتفاخ الطرفي والمنحني للجزر كل ده احنا درسنا قبل كده في الباب الأول ده فيديو تعليمي بنوضح من خلاله مظاهر الإصابة على جزور نباتات الطماطم بنوع معين من أنواع النماتودة وهو النماتودة تعقد الجزور لو انتم لاحظين معنا على في الفيديو ادي الجزر بتاع النبات وبتكون العقد النماتودية موجودة على الجزر اللي شايفين الغزر وده بيودي طبعا إلى زبول النباتات والزبول علشان أعرفه حتى قبل ما أقوم بفحص الجزر الزبول في حالة الإصابة بالنماتودة بيكون في صورة باتشز أو بؤر في الأرض وليس بصورة وبائية أو بصورة جماعية طبعا العقد ووجود النماتودة داخل الجزر بيؤدي إلى تلف الإصطوانة الوعية وعدم قدرة الجزر على القيام بوظيفه الحاوية وهي امتصاص الماء والأملاح المعدنية والمواد الغزائية من التربة وبالتالي نقص في المحصول وموت النبات في النهاية إزاي أجري برنامج مكافحة متكامل للنماتودة استباع نظام الدورة الزراعية استخدام النباتات المقاومة أو الأصناف المقاومة المعالجة الحرارية وده من خلال رفع درجة حرارة التربة إلى خمسين درجة مقاوية لمدة تلاتين دقيقة باستعمال أجهزة البخار الساخن أو معروفة باسم الغليات وبيعتبر ده كافي لقتل معظم أنواع النماتودة من ضمن أيضا طرق المكافحة هناك طرق عديدة ومتنوعة ولكن احنا ملتزمين باللي موجود في المنهج اللي هو التعقيم الشمسي باستخدام البلاستيك أو البولي إسيلين لمدة خمسة عشر يوم ده بيكون كفيل بقتل الأطوار الحيوانية لإنماتودة الموجودة تحت سطح التربة اتباع نظام الحجر الزراعي والعناية بإجراء عمليات الخدمة الزراعية المختلفة حندرس أيضا من طرق المكافحة عمليات النظافة المستخدمة لتطهير الآلات والمعدات الزراعية الغمر والتكفيف حيث تغمر الأرض بالماء لمدة أسبوعين التبكير في مواعد الزراعة والحصاد والمكافحة الكيموية استخدام أحد المبيدات الموصة باستعمالها من قبل وزارة الزراعة زي مبيد البيضايت 24% اللي هنا معروف تجاريا باسم الأجزة ميل ده فيديو تعليمي من خلاله بنستعرض كيفية مكافحة النماتودة تحت سطح التربة وداخل الجزور باستخدام بعض أنواع البيو باستي سايدز أو المبيدات الحيوية ودي طبعاً بتكون صديقة للبيئة وغير ملوسة للتربة وبالتالي بنحافظ على عناصر الإنتاج الزراعي في صورة مستدامة وبنقلل أعداد النماتودة الموجودة في التربة وبالتالي بنحقق المعادلة الصعبة وهي القضاء على الآفة وفي نفس الوقت المحافظة على صحة الإنسان والحيوان والنبات وأيضاً عناصر النظام البيئي طبعاً ممكن نضيف البيو باستساد أو المبيد الحيوي لشبكة الرأي ومن خلاله بيصل إلى النماتودة طبعاً فيديو تعليمي ده شيء مكبر تحت الميكروسكوب ومحاكاة للواقع وبالتالي احنا بنقضي على الأطوار الحيوانية سواء البيض أو طور اليرقات أو حتى الحيوان الكامل وبالتالي النبات بيكون نموه قوي وغزير وده في النهاية بيزيد من معدل الانتاج هندرس آخر حاجة معنا اللي هو القواقع والبزقات طبعاً القواقع والبزقات من الحيوانات الرخوة المهمة جداً وبتشكل خطر كبير جداً على معظم أنواع المحاصيل وبكلها أدوار مهمة جداً في نقل الأمراض وخصوصاً للإنسان والحيوان القواقع والبزقات هي حيوانات رخوة لها زوجين من الملامس بتشبه قرون الاستشعار القواقع طبعاً كلنا نعرفها بكلها أصداف للحماية بينما البزقات بتكون أجسامها عارية الصدفة بتتغذى القواقع والبزقات على النباتات ليلاً وبكلها لسان بيشبه المبرد أو المبشرة وبتترك وراءها مادة مخاطية لازجة بتكون خيوط وأشريطة في الضيط اللون على أوراق النباتات أنواع القواقع هنا عندنا طبعاً أكتر من نوع اللي هو قسمناها لنوعين اللي هو القواقع الأرضية بتهاجم كثير من المزرعات ونباتات الزينة والبرسيم وبتجعل رائحة البرسيم كريهة ولا تقبل عليها المواشي في التغذية هذه أنواع مختلفة للقواقع سواء كان القواقع الصحراوي أو قواقع البرسيم أو قواقع الزجاجي أو قواقع الحضايق البني أو قواقع النخيل أنواع مختلفة ومتعددة وتنوع هائل في فيلم مولوسكا أو صف أو قبيلة الرخويات ده فيديو تعليمي هنستعرض من خلاله شايفين الكم الهائل ومعدل الإصابة على أشجار الفكهة بالقواقع طبعاً القواقع بتنشط ليلاً وخطورتها أنها بتتغذى على أوراق الأشجار والنباتات الخضراء وفي حالة الإصابة شايفين معدل الإصابة على أشجار الفكهة أدت إلى تدمير الحديقة بالكامل وبالتالي بتكون خطورتها كبيرة جداً على الأشجار وأيضاً على النباتات الخضراء بتتغذى على الأوراق الخضراء وبتترك خلفها مادة مخاطية بتجعل البرسيم غير مستساغ بالنسبة لحيوانات المزرعة طبعاً دي مزرعة مصابة بشدة بالقواقع وطبعاً أدت إلى تلف العديد من الأشجار زي ما انتوا شايفين في الفيديو إصابة شديدة جداً بالقواقع على أشجار الفكهة هندرس مع بعض أنواع القواقع الأرضية فيه عندي القواقع الصحراوي ولازم تعرفوها لأنه ممكن يجيلك سؤال أكمل فيه الامتحان قواقع الحديقة الصغير قواقع الحضايق البني قواقع البرسيم والقواقع الحلزوني أو الصغير اللي هو قواقع النخيل وقواقع الحشائش اللي احنا بنطلق عليه قواقع الرمل الصغير طبعاً أنواع كتيرة جداً أنت على الأقل لازم تكون عارف شكل ونوع ثلاث أنواع منهم عشان لو جالك السؤال أكمل في الامتحان يبقى أنا عندي القواقع الصحراوي قواقع الحديقة الصغير قواقع الحضايق البني قواقع البرسيم والقواقع الحلزوني الصغير اللي احنا بنقوله عليه قواقع النخيل وقواقع الحشاش اللي احنا بنقوله عليه قواقع الرمل الصغير النوع الثاني بقى اللي هو القواقع المائية وبتكمن خطورتها في أنها بتقوم بنقل الديدان الطفالية اللي بتصيب الإنسان والحيوانات المستنسة اللي احنا بنقوله عليها حيوانات المزرعة وبتنقل لنا طبعاً أمراض خطيرة جداً زي مرض البلهارسيا والقواقع النقلة أيضاً للفاشيولة أو الديدان الكابدية ده فيديو آخر هنستعرض من خلاله كيفية تغزية القواقع على النباتات الخضراء طبعاً بيحدث أثناء وجود الحيوانات مع بعض تبادل للحيوانات المنوية وبتبدأ تضع بيضها على النباتات الخضراء والبيض بيفقس بعد كده ويديني حيوان كامل وزي ما انتو شايفين ده الملامس اللي بتبقى في نهاية جسم الحيوان في منطقة الرأس الرأس ولسان القواقع بيكون في أشواك مسننة بتكون ببشر خلايا وأنسجة النباتات وبتتغزى عليها والقواقع طبعاً بتكون لها أصداف بتحميها من العداء الحيوية بتكون بطيئة في الحركة بينما البزاقات بتكون طبعاً عارية الصدفة زي ما انتو شايفين أوراق النباتات وهي متأكلة نتيجة تغزية القواقع عليها طبعاً من الحيوانات الخطيرة جداً وقد تؤدي إلى تلف العديد من المزروعات وخصوصاً نباتات الخضر والأعلاف وأيضاً النباتات الورقية بشكل عام وهي بتفضل طبعاً المناطق اللي بيكون فيها نسبة رطوبة عالية البزاقات أو القواقع مختبئة الصدفة أجسامها بتكون عارية من الصدفة أو أسرية بتكسر في الأماكن الراطبة وخصوصاً الصوب وبتنشط ليلاً وبتصيب جميع أنواع النباتات وبتتغزى على أوراقها وهناك أنواع بتتغزى على ديدان الأرض وأكثر أنواع البزاقات انتشاراً هو القواقع أو البزاقة المعروف باسم ليماكس أدي شكل البزاقات وطبعاً برضو بتتغزى على النباتات وبتسبب أو بتنقل العديد من الأمراض للإنسان وأيضاً للحيوان إزاي بقى أجري برنامج مكافحة متكامل للقواقع والبزاقات وده بهم قطاع عريض جداً من أعزائنا المشاهدين لأنه بتعد من الآفات الحيوانية الخطيرة جداً جداً على المحاصيل الزراعية هنتبع أول حاجة معنا في برنامج المكافحة اللي هي طرق المكافحة الزراعية بتشمل العناية بنظافة الأرض من الحشاش وإحنا اتفقنا وقلنا أنه الحشاش بتكون عائل بديل لأي آفة زراعي التخلص من بقايا المحاصيل السابقة بعد جمع المحصول طبعاً العناية بإجراء عملية التقليم الجيد والتخلص من نواتج الأفرع المصابة بالحرق وتقليل عدد مرات رأي لتقليل نسبة الرطوبة الطرق الميكانيكية بتشمل الجامع باليد والتخلص من القواقع بالحرق ده طبعاً في المساحات الصغيرة جمع ووضع أجولة من الخاص المبلل أو الجرائد المبللة ده بتعمل على تجمع القواقع أسفلها وبعد ذلك بيتم جمعها وحرقها أيضاً من طرق المكافحة الميكانيكية وضع طعوم جاذبة مثل خليط العسل والرادة بمعدل خمسة جزء إلى خمسة وتسعين جزء من البطاطس أو البطاطا المسلوقة وحش البرسيم قبل غروب الشمس وتوزيعه على هيئة أكوام صغيرة مع رفع هذه الأكوام في الصباح التالي وجمع القواقع التي تحتها والتخلص منها بعملية الحرق بيتوقف نجاح الطرق الكيموية في مكافحة القواقع والبزقات على عدة عوامل أهمها مدى توفر المعلومات البيئية والبيولوجية المرتبطة بنوع القواقع الساد في المنطقة ظروف التربة والغطاء النبات المتواجد في البيئة والذي تتخذه هذه الحيوانات كمأوى لها والمكافحة الكيموية والأخيرة بيجب مراعاة لقاتل لنجاحها دراسة العامل البيئة المحيطة بالحقول الزراعية المراد مكافحة الأفات فيها إجراء عملية الحصر لأنواع القواقع المتشرة بالمنطقة دراسة التزبزب الموسمي في تعداد الأنواع السادة من القواقع ومعرفة فترات النشاط والراحة والبيئة لكل نوع حتى يمكن تحديد الوقت المناسب لإجراء عمليات المكافحة المكافحة الكيموية بتتمثل في استخدام الطعوم السامة بتوضع بعد حش البرسيم في أواني فخرية أو على قطع من المشمع أو أطباق بلاستيكية على القنى والبتون وبتستخدم المبيدات رشا على جزوع وأفرع الأشجار إذا كانت تعيش على المجموع الخضري أما إذا كانت تعيش على جزوع الأشجار بالقرب من سطح التربة أو تحت سطح التربة بتستخدم المبيدات على هي الطعوم السامة آخر حاجة معنا في حلقة النهاردة اللي هي الطيور الطيور طبعا إحدى الأفات الحيوانية الخطيرة بتشمل الطيور ذات الأهمية الاقتصادية زي الأنوار